مرحبا كيف تكون؟ أتمنى تكون بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية برج الجدي رح حاول أحكي فيها عن المواضيع العاطفية من مشاعر الحبيب إلى نواياه إلى مستقبل العلاقة بينكم ورح أتحدث كذلك عن الناس العزيب بالأخير رح حاول أشوف إذا في شخص جديد بحية تكون أولى هيد القراءة تنطاق على البرج الشمسي القمري طالع برج الجدي وكذلك في إمكانية أن تكون قراءة عكسية بداية أصحاب هذه القراءة أصحاب برج الجدي عم شوفكن كأنكم مفتقدين الاستقرار مفتقدين علاقة كانت طويلة الأماد وكان فيها استقرار ممكن كان فيها حتى وعود بالزواج عم شوفكن هيك محتفظين بكرامتكن محتفظين بالمشاعركن الخاصة ما عم تبوحوا فيها لحظة عم شوفكن كذلك كأنه أنتو عاملين بورتكشن لمشاعركن حماية لمشاعركن عاملين يعني خط دفاع لكل شيء يمسكن يعني كأنه أنا عم شوف على أنه كأنه كنت تريد تريد علاقة استقرار مع شخص ما هذا الإنسان ما كان قد كلمته أو لم يكن كما تصورته وعم شوفك يعني حامل كرامتك ومتجه يعني مستخبئ إذا بدك تقول بس تريد الصلحة تريد إرجاع الأمور إلى ما كانت إليه تريد كذلك كتابة رسالة لإله تحكي معه تفضف دلي بقلبك أما الشريك حاليا عم شوفه بطاقة يعني كأنه هذا الإنسان ممكن يخونك أو ممكن هو بعلاقة أخرى مع شخص آخر إذا عنده منفصلين وبتعدينا عن بعض ممكن هذا الإنسان عم يحكي مع شخص آخر إذا لم يكن يحكي مع شخص آخر فهذا الإنسان عنده كذا شيء يعني يسعى إليه بس هو يفتقد العلاقة اللي انتهيت ممكن هو يسعى لخلق علاقات جديدة بس لا ينساك بس لا يمحيك من حياته ممكن أنت أنت بتفكر على أنه هو بيخونك لأنه مبتعد ما عم يحكي معك ممكن أنت عم تفكر أنه هو بيخونك وأنه مع شخص آخر بس أنا عم شوف العلاقة يلزموا هالتوازن يعني عم شوف في حب أول شيء بيطلع لي وهذه القراءة في حب في ترولوف يعني هذا الحب صادق جدا وبيقلك أنه هو الإنسان اللي راح تشار معه بالرومانسية وبالحب وبكل شيء جميل بس أنا عم شوف على أنه في عدم توازن في عدم أخذ وغطا يا أنت يا برج الجديد ما بتعطيه مشاعر كتير كافية ولا جاء إلى علاقات أخرى أو سيلجأ إلى علاقات أخرى أما مشاعر هو اتجاهك هذا الإنسان يريد قربك بكل صراحة ممكن يكون من برج السيرطان وكذلك ممكن يكون من برج الدلو ممكن شخص متعلم شخص إذا ما كان متعلم وعنده دراسات عالية فهذا الإنسان عنده وعي يروح كتير عالي بس في خصامات بينتكن دائما في مشادات كلامية بينك وبين هذا الشخص ما عم تتفقوا لهيك عم يتلالي لأنه في مشاكل بالكومينيكيشن في مشاكل بالأخذ والعطا يعني ما في توازن بالعلاقة ممكن الحبيب أو أنت شخص يعني عندكم كلام جارح كلامكم قاسي كل واحد بيجرح الآخر بالكلام الجارح بس علاقتكم متينة فيها فيها اتراكشن كتير عالية وكمان فيها تعلق شديد ما بتقدر تنسو بعض برغم أنه فيها فاويت وفي مشاكل بالعلاقة بس مش قادرين أبدا تنسو بعض عمشوف كذلك مشاعر الحبيب تجاهك عمشوف أن هذا الإنسان بيفكر فيك بيفكر فيك هو بيشوفك على أنه أنت ناجح ماديا وناجح عمليا وإنسان عندك صفات جيدة بس يعني في أشي ما عم تتفقوا فيه هذا الإنسان بيفكر فيك وبيحس أنه هذه العلاقة خسرة للنهاية انتهيت خلاص بس بضل يفكر فيك عم يتذكر أيام حلوة بيناتكن يعني شيء حصل بهذه العلاقة يعني ما خلاها تنجح جيدا ما خلاها تنتهي بصفة جميلة كأنه شيء حصل بهذه العلاقة ما صرتوا تتفقوا جيدا وصارت فيه بيناتكن مشادات كتير عالية أوكي وفيه كذلك شكوهيري أنا عمشوف على أنه البعض منكن بيشوفوا على أنه علاقة فيه مشا يعني فيه شكوهيري وفيه كذلك كل واحد لا يثق بالآخر بيشوفوا على أنه إنسان منه صادق ومنه جيد أوكي أما الأشياء اللي ما بتحبه أنت فيه يا برجة دي عمشوفك على أنه ما بتحب تعلقه الشديد بالزاواج هذا الإنسان ممكن يريد الزواج منك ودائما يطلب هذا الكلام ويكرره أو ممكن عنده مشكل مشاكلكم السابق دائما بتظهر لما بتصالحوا مع بعض دائما مشاكلكم السابق بتظهر من جديد ممكن للبعض بيظهر مشاكل الأطفال إذا كنتم متزاوجين ومطلقين متعزين عن بعض يظهر مشاكل الأطفال ممكن يظهر مشاكل عديدة يطلع للسطح أوكي بس في مشاكل كلمية إذا بدنا نقول مشاكل كأنه أنتوا مثلا بالسابق كنتوا بتقولوا كلام جارح لبعض وبترجعوا وهذا الإنسان بيردلك السعصعين وتفترقوا وترجع لبعض وأنت تردلوا كمان السعصعين صارت العلاقة تاكسيك يعني صارت سامة جدا كل واحد بده الآخر بس بيجرح الآخر أوكي صارت العلاقة سامة جدا أما الأشياء اللي بتحبها أنت فيه بتحب فيها لأنه بحبك يعني هذا الإنسان يحمل مشاعر كتير صادق اتجاهك وعنده حب كتير كبيرة إلك يعني حلاقتكم جميلة جدا بس فيها نوع من الكبر وفيها نوعها دائما لازم أنت تظهر القوي أو هو يظهر القوي بهذه العلاقة عم شوف كذلك على أنه ما بحب فيك ما بحب فيك على أنه أنت شوي هيك بدك تكون مراحة تكون بعلاقات أخرى مع أصدقاء ما بحبهم تكون معهم ما بحب هذه الأشياء معك وأوقات بحسك يعني ما بتعمل الأشياء اللي بدوا إياها بشوفك على أنه أنت بتعمل اللي براسك بتعمل اللي بدك إياه ما بحسك على أنه تستشيره في خطوات بالعلاقة أو بأي شيء بحسك أنه أنت بتاخذ القرارات بس لإلك أما بالأشياء الإيجيبية اللي عم يشوفها هو فيك عم يشوفك على أنه أنت أجمل مثال أنه تكون زوجه أنه تكون نصيبه بحس معك بالأمان وبحس معك بالراحة النفسية وكذلك حتى بالحب والطمأنينة بس ممكن في تشويش من طرفك أو من طرفه ما في وضوح بالعلاقة كل واحد عم يخفي الأشياء اللي جواده ما في وضوح مش كل واحد بيحكي اللي بقلبه وبصراحة أما بالنسبة لإلك عم شوفك تنوي الاستقرار مع هذا الإنسان تنوي الصلحة تنوي الرجعة تنوي أنه تصلح الأمور تنعدل الأمور يصير فيها عدلة يصير فيها نجاح أما هو عم شوفه عم شوفه كذلك يعني يريد الاستقرار كذلك الشخص يريد الاستقرار ويريد إرجاع الأمور إلى نصابها بدتوا ينهي هذه العلاقة التي كانت يعني كل الأشياء اللي كانت تسبب لك الفشال أو تسبب لهذه العلاقة الفشال بدتوا أنه ينهي كل المسببات تبع الفشال وتكون العلاقة جيدة أوكي مستقبل العلاقة صراحة عم شوفه لسا في خصامات لسا ما تفاهمته لسا في مشاكل بيناتكن ليش بقى لأنه عم شوفه طلال يعني لسا في صراعات لسا في عند لسا في أفكار سلبية يعني بشاهر ما عم شوفه رجعة ولا عم شوفه إصلاح ولا عم شوفه شي يعني كلاكيع ثم كلاكيع يعني مشاكل بس لأنه أنت عنيد وهو عنيد وكل واحد عنده أفكار خاصة وعنده أشياء خاصة وما بدتوا أنه يطور العلاقة أو يستشير الآخر كل واحد بيقول للآخر أنا اللي كلمتي رح تمشي عم شوف الطاقة اللي بتطلع بهذه القراءة عم شوف برج العقرب عم شوف برج الحوت كدالك عم شوف برج القوس برج السرطان برج الجدي كدالك عم يطلعوا الطاقات المائية بنسبة كبيرة وكدالك عم شوف حتى الأبراج الترابية حتى برج الميزان عم يطلع بهذه القراءة بتمنى أنه يعني حتى برج العدراء كدالك بتمنى أنه تلاقوا حلول بينكم بين بعض وتصلحوا الأمور كمان بيقلك أنه فيه كل واحد بيقول أنا المثالة بيقول أنا ما فيني مشكل وأنا الذي على حق والآخر على غلط وهذا مشكله هذا هو ممكن سبب المشكل بينكم بين بعض بس في تروله في حب صادق بينكم بتحبوا لهذا الشخص بصدق وكذلك هو بيحبك لها يعني بصدق بس حاولوا تلاقوا توازن بينك وبينه لازم تلاقوا حلول لهذه العلاقة لازم تلاقوا حل أما بالنسبة للعذاب عم شوف بتتذكر للماضي كذلك وممكن شخص من برج الحمال ممكن عم تتذكروا بتك رسالة منه يعني هذا الإنساني صالحك ممكن أنت مكسور القلب بتفكر فيه كذلك وعم شوفت أنه بتك ترجع هذه العلاقة ممكن إذا ما كانت العلاقة من الماضي فأنا عم شوفك أنت تحتم ببرج أنت تحتم بشخص معجب بشخص من برج الحمل أو طاقته طاقة نارية شخص عنده منصب عالي ممكن يشتغل بمنصب رئاسي إدارة عسكري كذلك بيظهر وبدك يعني أنه هذا الإنسان يحكي معك يعبر لك عن حبه ممكن عم شوف في شكه غيري من طرفك لهذا الإنسان وبدك أنه يخطي خطوة إلى الأمام صراحة ممكن هذا الإنسان يتقدم أو يعني يعمل خطوة إلى الأمام تشوفه كذلك عنده مشاعر كتير كتير كبيرة تجاهك في مشاعر حب كتير قوية وبده قربك هذا الشخص إذا كان معجب وكذلك ممكن يكون حتى شخص من الماضي بالرغم أنه يعني العزاء بيقولوا أنك سكرت الباب وراء أي شخص من الماضي فأنا عم شوفهم بيضلوا فكروا بهذا الشخص من الماضي حتى لو أنكروا حتى لو قالوا أنه ما بيهتموا أبداً هذا كل شي بيطلع لك يا برج الجدي أتمنى عليك كل الخير والمسرات وما تنسوا تعملوا للايك وسبسكوير بالقناة